اشتركوا في القناة جاء في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية الثروة البحرية والحفاظ على المخزون لتعزيز التوازن البيئي وإعادة تأهيل النظام الإيكولوجي وأشادت إدارة الثروة البحرية بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها الصيدون طوال فترة الحظر مؤكدة أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها في المياه الإقليمية مسؤولية وطنية تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الصيد ترجمة نانسي قنقر